السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ تمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة التأهلية لطلابي وطالبات رائعين والرائعات معنا أبنائي وبناتي بالصف الثالث تأهلي فأهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة لمادة مهارات رقمية إذن أبنائي وبناتي درسنا هو مواقع التواصل الاجتماعي برنامج لينكت إن في البداية نسترجع أنا وأنتم قوانين والتعليمات التي اتفقنا على الالتزاب بها أولا أبنائي وبناتي ماذا علينا؟ أحسنتم اختر مكان مناسب للتعلم بعيدا عن الضجيج أيضا أبنائي وبناتي تكون لديكم معرفة مسبقة بجدول وأوقات التعلم المباشر سواء على منصة مدرستي أو عبر قنوات عين التعليمية بحيث تكون في كامل استعدادك وقادرا على تنظيم وقتك أبنائي وبناتي ثم من خلال تنظيم لوقتك تكون مستعد بتجهيز كتابك المدرسي أدواتك التي تحتاجها جميع ما يلزمك يكون بالقرب منك أستمع إلى درسي بتركيز ثم أتابع الدرس إلى ينتهي الوقت المخصص إذا أبنائي وبناتي هناك رسالة خفيفة نرسلها إلى أولياء الأمور نطلب منهم التواجد أثناء فترة البث وذلك لتقديم التوجيه والإرشاد كما نطلب منهم تقديم الدعم لكم في تطوير مهاراتكم الرقمية درسنا هو مواقع التواصل الاجتماعي برنامج لينكت إن الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية استخدام برنامج لينكت إن أهداف التدريسية الذي أسعى معكم إلى تحقيقها أولاً أن يذكر الطالب والطالبة ما هو برنامج لينكت إن ثانياً أن يستخرج الطالب والطالبة أيقونة برنامج لينكت إن ثالثاً أن يذكر الطالب والطالبة التعليمات التي يجب أن يراعيها أثناء التسجيل في البرنامج رابعاً أن يطبق الطالب والطالبة خطوات التسجيل في برنامج لينكت إن مع المعلمة خامساً أن يدخل الطالب والطالبة بياناته الصحيحة في برنامج لينكت إن ويعمل على نشر سيرته الذاتية قلنا أبنائي وبناتي أن برنامج لينكت إن هو ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن موقع يستطيع الباحثين عن العمل التواصل مع الشركات والهيئات والاطلاع على إعلاناتهم كما أن يتيح للشركات والمؤسسات والهيئات الحصول والاطلاع على السير الذاتية الخاصة بالباحثين عن العمل يعني هي تتيح لجميع الأطراف فرصة الوصول للشخص المناسب أو وصول للعمل المناسب أنا أكوني شخص أبحث عن عمل من خلال منصة لينكت إن أو موقع التواصل الاجتماعي لينكت إن يستطيع ماذا؟ أن أحصل على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتي مع طموحاتي كذلك أيضاً أبناءي وبناتي تتيح للشركات والمؤسسات والهيئات أنها تبحث عن الأفراد وتختار الأفراد التي تناسبون مع هذه المؤسسة ومع الاحتياجات الوظيفة والشاغر الوظيفة التي يجب أن يعمل بها إذن برنامج لينكت إن أو برنامج خاص يعرض طلبات التوظيف من قبل شركات والمؤسسات والهيئات كما أنه يتيح للباحثين عن العمل من إنشاء حساب تعرض فيه سيرتك الذاتية كونك شخص تبحث عن العمل يعطيك فرصة موقع التواصل الاجتماعي لينكت إن بأنك تنشئ حساب في هذا الموقع وبالتالي ماذا؟ تقوم بنشر سيرتك الذاتية يعني تستطيع من خلال جلوسك وأنت في المنزل مثلاً أو في أي مكان فقط أن تتصل بالأنترنت بعد ذلك يمكنك الدخول لموقع التواصل لينكت إن والتسجيل فيه وبعد ذلك تنشئ لك حساب خاص بك تعرض فيه مؤهلاتك وطرق التواصل معك بحيث يسهل على الجهات التي تبحث عن راغبين في العمل التواصل معك كما يتيح لهم مثلاً تتيح لك موقع التواصل الاجتماعي لينكت إن التواصل مع نفس المجموعات التي يمتلكون نفس الخبرات المؤهلات مناقشة موضيع التي تهمهم في نفس المجال مؤهلاتهم إذن يعتبر موقع التواصل الاجتماعي لماذا؟ لأنه يسهل عملية التواصل مع أشخاص لديهم نفس الاهتمامات لديهم نفس الرغبات أبنائي وبناتي يجمعهم يتيح لهم أن ينشرون سيرتهم الذاتية كذلك يقوم بنشر وظائف أو وظائف شاغرة على موقع التواصل الاجتماعي لينكت إن قلنا أنه يستلزم الدخول لموقع برنامج لينكت إن تسجيل فيه يجب أن تقوم بالتسجيل وإنشاء حسابك قبل أن تقوم بعرض سيرتك الذاتية حتى يتاح لك عرض سيرتك الذاتية والحصول على فرص عمل ونشر سيرتك يجب عليك أبولاً ماذا؟ تسجيل الدخول إذن نقطة الأولى نحرص عليها حتى نستفيد من خدمات برنامج أو موقع التواصل الاجتماعي لينكت إن يجب أن نقوم أبنائي وبناتي بالتسجيل قلنا أن هناك في أيقونات تظهر لنا قائمة خيارات عند الدخول للصفحة الخاصة بجهة التوظيف اختر دائماً يناسبك منها رح تظهر بياناتك ممكن تطلب منك الصفحة الرئيسية للبرنامج تتنقل بحيث أن تسهل عليك التنقل السريع شبكتي اللي هو الشخاص اللي تتابعهم الشخاص اللي طلعوا على سيرتك الأشخاص اللي تهتم في متابعة أخبارهم كذلك الوظائف التي تندرج تحت اهتماماتك تندرج تحت مؤهلاتك كما يمكنك مثلاً تطلع على الرسائل استخدمها ممكن نستخدم منصة التواصل الاجتماعي أو موقع التواصل الاجتماعي اللي هو لينكدين أبنائي وبناتي لإرسال الرسائل لأشخاص لديهم نفس المؤهلات تبادل مثلاً الأخبار عن الوظائف عن الفرص الوظيفية عن الدورات التي أستفيد منها لتطويري ورفع مستوى الكفاءة كذلك صفحتي مثلاً لتعديل بياناتي اكتسبت خبرات اكتسبت دورات جديدة أقدر أدخل صفحتي وأقوم بالتعديل عليها النقطة الثانية أيضاً في هناك أيقونات تظهر حتى تسهل علي الحصول على نتائج بحث سريعة من خلال اختياري لوظائفي اختياري أن أختار تنبيهات الوظائف رح أطلع على إعلانات الوظائف الجديدة أو الحديثة مجرد ما أنقر على هذه الأيقونة كذلك ممكن أختبر مهاراتي سواء كانت متعلقة بالحاسب الآلي بمهاراتي الخاصة بمثلاً المؤهلات الخاصة لدي مجرد ما أختار اختبار المهارات رح تندرج رح تظهر الدرجة ورح أعرف مستوي أو المهارة لأنا أمتلكها تصنف تحت أي درجة هل هي متازة أو جيدة من خلال اختباري لمهاراتي بحيث أني أعرف نقاط القوة والضعف لدي وأسعى إلى تطويرها بإذن الله ماذا سنتعلم؟ اليوم نقوم بحل نشاطنا في الكتاب المدرسي نبدأ أبناء أيها بناتي بفتح كتابنا المدرسي على موقع التواصل الاجتماعي برنامج LinkedIn إذن نستعد بفتح الكتاب على موقع التواصل الاجتماعي برنامج LinkedIn درس موقع التواصل الاجتماعي برنامج LinkedIn نشاط الأول يقول أبنائي وبناتي أرسم دائرة حول أيقونة تطبيق LinkedIn إذن أرسم دائرة حول أيقونة تطبيق ماذا؟ LinkedIn أمامي ثلاث تطبيقات أي منهم من هذه التطبيقات يمثل التطبيق الخاص ببرنامج LinkedIn طبعا نعرف أن التطبيقات عبارة عن أدوات إلكترونية موجودة أين أبنائي وبناتي؟ أحسنتم على هواتفنا أو أجهزتنا الذكية إذن هذه التطبيقات أي منها يظهر لنا هنا تطبيق الخاص بـ LinkedIn؟ هل هو رقم واحد؟ هذه الأيقونة أو رقم اثنين الأيقونة الثانية أو الأيقونة رقم ثلاثة؟ أين نرسم الدائرة؟ ونستخرج أيقونة برنامج LinkedIn أين يظهر لنا برنامج LinkedIn؟ أحسنتم عند رقم واحد إذن نرسم دائرة على أيقونة رقم واحد تمثل برنامج أو موقع التواصل الاجتماعي تطبيق LinkedIn السؤال رقم اثنان يقول أكتب تعريفا مختصرا عن نفسك أبغى رح أطلب منكم أبنائي وبناتي كتابة اسمك الغرض منها حتى تسهل علينا استخدامها في تكوين سيرتي الذاتية ونشرها على برنامج LinkedIn رح أطلب منكم كل منكم يقوم بإعداد اسمه شهاداته الدراسية كذلك إضافة عمره والمدينة التي تسكن فيها وهواياتك واهتماماتك جهز ورقة وقلم ابدأ استفد مثلا من الأشخاص اسألهم مثلا إذا كان يجهلك مثلا عمرك طريقة التواصل معك فقط اكتب بداية اسمك بعد ذلك شهاداتك بعدها عمرك والمدينة التي تسكن فيها الآن أي مدينة ثم اكتب لهواياتك واهتماماتك جهزوها أبنائي وبناتي تبادلوها مع أصدقائكم يطلع كل منكم على نبذة مختصرة عن صديقه هذه الورقة ستساعدكم عند كتابة وإنشاء سيرة ذاتية لنشرها على موقع التواصل الاجتماعي LinkedIn أبنائي وبناتي سأسألكم سؤالا قبل أن نختم درسنا ما رأيكم أنه يمكنكم إضافة مهاراتك وشهاداتك العلمية في برنامج التواصل LinkedIn يعني كنت تكون قادر على أنك تنشئ تضيف مهارتك تضيف شهاداتك العلمية في برنامج التواصل LinkedIn هل يمكنكم ذلك؟ نعم صحيح إذن فعلا برنامج LinkedIn يمنحني أو يعطيني فرصة لنشر مهاراتي كذلك شهاداتي العلمية لذلك أضيفوها كما تطلب منا في نشاط رقم 2 حتى تكونوا قادرين على إضافتها في حساباتكم على موقع التواصل LinkedIn هكذا وصلنا إلى نهاية درسنا أتمنى أبنائي وبناتي أنكم قادرين على استخدام موقع التواصل وتطبيق برنامج LinkedIn بشكل يتناسب مع احتياجاتكم أقاكم على خير وأستودعكم بالله معلمتكم منال صالح الغريب